طاية نادي الزمالك في الوقت الحالي رفضت رفضت الطلبات المادية اللي شافتها مبالغ فيها من محمد صبح حارس الفريق من اجل تجديد عقده مع نادي الزمالك صبحي طلب ايه يا جماعة محمد صبحي محمد صبحي تعرفين بقى له فترة بيمر مرحلة من تراجع الاداء هو صبحي طلب انه يحصل على راتب محمد عواد في نادي الزمالك محمد عواد بياخد كام 16 مليون جنيه في السنة هو عايز ياخد 16 مليون جنيه في السنة طبعا طلب محمد صبحي قبلة بالرفض في الوقت الحالي لحين تواجد مجلس ادارة جديد لنادي الزمالك ولكن وهكرر تاني اللي قلته قبل كده عشان بس في حالة من الهجوم على محمد صبحي هجوم منتقضات واسعة على محمد صبحي حارس الزمالك في نقطة في منتهى الامعي حارس المرمى هو صحيح بيأمن الفريق بيأمن الفريق من اي هجمات بيأمن نتائج الفريق هو نص الفريق زي ما بيتقال ومكري بقى ازد من نص الفريق احيان كل شيء قوله على حارس المرمى ولازم يبقى في افضل حال دائما ولازم يبقى في كامل تركيزه دائما وغلطة الحارس بألف كل شيء قوله مفهوم وصح بس زي ما الحارس حارس المرمى بيحمي خط دفاعه لازم خط دفاعه يحميه تقولي ازاي ده هقولك اي فريق في العالم اي فريق في العالم عنده خط دفاع هش وضعيف الحارس بيتأثر اي فريق في العالم دي خيه مشي من مانشستر وناتد عشان قدامه دفاع سيء دفاع مش بس افراد تنظيم سيء فالراجل دي خيه ده واحد من افضل الحراس اللي في العالم كان يعني بيخش فيه اهداف كارسية تمام ادي واحد كاسيس اسطورة المنتخب الاسباني اسطورة حراسة المرمى في اسبانيا عد عليه فترة كان ريال مدريد دفاعه هش وسيء كان بيخش فيه اهداف غريبة ده على سبيل المثال ولا يسال حص ممكن اعدلك بقى من هنا للسنة الجاية عسام الحضري اسطورة حراسة كرة القدمة المصرية والافريقية بداياته مع النادي الاهلي وقتها كان الاهلي عنده دفاع هش مش قوي جدا كان بيخش فيه اهداف كوميدية وبعد كده لما بقى فيه دفاع قدامه في النادي الاهلي قوي وبقى فيه دفاع قوي قدامه فيه منتخب مصر بقى افضل حارس في تاريخ مصر وافضل حارس في تاريخ افرق فالحارس ما يشيلش الليلة الوحده لو الفرقة كلها مش جيدة وتحديدا خط الدفاع والتنظيم الدفاعي فالصبح دلوقتي في رأيي يعاني من ده اه بالمناسبة هو عنده بعض المشاكل ومحتاج يعلاجها محمد صبح عنده بعض الأقطاع بس هو حارس وعد وحارس كبير فمحدش بس ايه يختاله معنويا في الفترة دا اضارة نادي الزمالك في نفس الإطار بتدرس عودة محمود جنش للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية طبعا بشرط موافق النادي مودرن فيوتشر بس الناس بيفكروا دلوقتي طب ليه ما نرجعش جنش وهو يسير بشكل جيد مع فريق مودرن فيوتشر بالمناسبة كان عنده خطأ في كرة غريبة مبارح بس يعني في الآخر تصدى يعني اللي كرة صعبة جدا في المباراة الداخلية تصدى لكرة صعبة جدا لضرب الجزاء في الثواني الأخيرة يعني فوق وتحت برضو جنش خب بالك جنش حارس برضو كبير بالمناسبة بس طول ما انت بتلعبش في الاهل والزمالك العما بتبقى شمسكلك لقطة لقطة فممكن ياخدوا لقطة ضربة الجزاء مبارح في ديئة سبعة وتسعين فيقول لك الحق ده جامد جدا وكان ممكن يبقى فيه خطأ قبلها ده مش معناه ان جنش ساي لو جنش رجع الزمالك فهو حارس كبير برضو يعني انا بس بقول انه اللي بيلعب في الزمالك اللي قالي فريم فريم اي لعبة تبتلعبها انت تحت المنظر ترجمة نانسي قنقر